مين فينا بدل ما يعني كل الناس وكل أهليهم تروح تباركلوهم في أفرحهم يزفوهم يرقصوهم يمشوا النهاردة في جنزتهم 21 سنة في مقتبل العمر ولما قلت أنهم من الغلابة أنا مصر أن بعضهم من الغلابة البسطاء الشعب المصري الطبيعي هو ظهر من عدد من المكالمات اللي شغال في الله والبسيط والمعادبلوم فيهم ناس كانوا خطبين وفيهم ناس جهزوا وفي ناس شايتهم جهزة وفي نفس عفشوهم في البيت بدل ما كنا نرقص كلنا في فرحهم بدل ما أهليهم كانت تروح لهم يعني تباركلوهم وأمهاتهم بكل الفرحة زغرت لهم مين يقول أنهم كلنا النهاردة نصلي عليهم ونعزي أهليهم مين يقول أن 25 شاب لا حيلة لهم في أي شيء ولا دنب لهم في كل الجرائم إلا أنهم راحوا يخدموا الوطن وأنهم بيقضوا خدمة الجيش لا هم طرف في صراح سياسي ولا هم جزء من صفقة سياسية ولا راحوا يبقوا مجندين في مقابل مادي ما كلكوا عارفين ما فيش أي ميزة بالنسبة له غير أنه يخدم الوطن ما فيش أي ميزة غير أنه هو يروح يأدي الخدمة العسكرية المنوط بيه رايح يستلم ما يثبت أمام الدولة وأمام الجميع أنه قد أدى الخدمة الوطنية ويستلم شهادة التجنيد مين يقول أنه رايح لأمه بشهادة التجنيد علشان يقول لها أنا لازم بقى أبتدي حياتي وأشتغل وجوزيني يروح لها في نعش مين يقول ده؟ أي رحمة وأي دين وأي إنسانية وأي أخلاق بشر حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل وزير الداخلية بيقول أنه الله حسر الدفاع للقعدة للقبضة على محمد الزواهري مين محمد الزواهري؟ قمتوا إيه عشان 25 شاب من شبابنا يروحوا في مقابل قاتل وإرهابي اسمه محمد الزواهري محمد الزواهري ما يسويش دفر من أضافر جزء من دفرهم من أضافر الجنود الأبطال الشباب هو ده اللي انت عايزه يا دكتور يا بلتاجي هو ده اللي انت قلت عليه أن احنا مش هنهدي سينة قال لما مورسي يرجع